السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يكون دكور عمر من برنامج الصيدلي. وحلقتنا النهاردة بتتكلم عن اخطر حاجتين ممكن تدخلوا باسمنا بشكل يومي واحنا مش حاسين مع الاكل. النهاردة موضوعنا عن اخطر نوعين من الطعام. يلا بينا نعرف? يلا بينا. الصوية والدورة. الصوية والدورة يعتبروا من اخطر الاطعمة اللي بتدخل في النظامنا الغذائي وممكن تدر جسمنا. الصوية والدورة بتمثل اربعين في المية من غذاء سكان العالم بشكل يومي. يعني بتخش في اربعين في المية من الاطعمة اللي بناكلها او بنستخدمها كل يوم. ليه الصوية والدورة تعتبر من اخطر الاطعمة المؤذية للجسم? لان تسعين في المية من الصوية والدورة اللي بيتم انتاجها عالميا بتكون جي ام او. يعني معدلة وراثيا. مع العلم ان الحاجة المعدلة وراثيا بتزيد من معدلات حدوث السرطان. تاني سبب يخلي الصوية والدورة من اخطر الاطعمة اللي ممكن تقدينا هي انها بيتم رشها بنوع معايا من المواد الكيموية المبيدة للافات اسمها الجليفوسيتس. الجليفوسيتس دي مواد كيموية يتم تصنفها في الطب على انها يعني بتوقف انظمة الافراز الداخلي في الجسم. واي حاجة بتوقف او بتنبضعوك عملية الافراز الداخلي الهرمونات في الجسم بتسبب سرطان بنسبة عالية جدا. الصوية والدورة بيخشوا بشكل خافي في كتير من العطعمة اللي بنستحلكها او في الاخراض اللي بنستخدمها يوميا. دلوقتي احنا هنذكر بعض الامثلة الحاجات اللي احنا بنستحلكها فيها الصوية والدورة بشكل خافي. نبدأ بالدورة. الدورة اول حاجة بتخش فيها بشكل خافي ومعروفة هي نشا نشا الدورة. تمام? تاني حاجة آآ نوع من انواع السكر اسمه ده نوع من انواع السكريات المصنعة دي بيخش فيها الدورة بشكل خافي. الدورة المعدل وراثين بشكل خافي. برضو نوع تاني من انواع السكر المعدل وراثين او المصنع هو الفروكتوز المصنع. آآ رابع حاجة الشعير. الشعير بيخش فيه الدورة بشكل خافي. هو خامس حاجة واخيرا حاجة وامهات كلها بتستخدمها في المطبخ وهي الباكينج باودر. بعض الاطعمة اللي بتحتوي على الصوية بشكل كمكون خافي او بشكل خافي. آآ البروتين الايزوليتد بيضاف للصوية بكمية كبيرة. كاين اكتف انجدينس. وآآ البعض انواع الغرغرة. وبعض انواع الاطعمة الصناعية. طب دلوقتي بما ان الصوية والدور دخلة في كتير من آآ الاغذية اللي بنستهلكها واربعين في المية من ادامنا الغذائي ودسعين في المية من انا مصنع. فصعب ان انا اجيب آآ ودورة ارجانيك آآ مية في المية. طب انا ازاي اتجنب الاثار المسرطنة اللي ممكن تحصل لي نتيجة دخول المواد دي جسمي. اول حاجة لازم احطها احطها في الحزبين هو ان انا ابدأ اشتغل على طبيعي او مضاد للاثار المسرطنة اللي ممكن تحصل لي او ازاي اوقف الاثار المسرطنة دي. احسن ان تيدوه الطبيعي ربنا خلقه هو الخضروات. وخصوصا الورقيات. نركز على اكل ورقيات زي الجرجير البروكلي الحاجات دي فيها مواد مضادة للاكس ده بشكل مهول. مفيدة جدا في انها توقف الاثار الجانبية او المسرطنة او تهتقينا من استرطان بشكل عام. تاني حاجة الناس اللي ما عنداش القدرة انها مسلا تاكل خضروات بكمية كبيرة او عندها مشاكل صحيات تمنعها تاكل خضروات فيها عندها بديل تاني طبعا بعد استشارة الطبيب. يبدأوا يستخدموا حاجة اسمها الانتي اوكسدانس. فيه بتتبع في الاسواق. على شكل اسمها انتي اوكسدانس. دي طبعا بعد رجال الطبيب يبدأوا يستخدموها وان شاء الله بازن الله تقيهم من الاثار السلبية للسرطنة. كل تماناتي لكم بالصحة والعافية والسلام عليكم مرحبا